اشتركوا في القناة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد الانهيان رئيس الدولة واضاف سعادة السفير بان العلاقات الاخوية المتميزة بين دولة الامارات ومملكة البحرين شهدت تناميا خلال الفترة الماضية وتطابقت مواقف البلدين السياسية في العديد من الملفات والقضايا والمسجدات وامتدت تعاون المشترك الى اثاق جديدة شملت المجالين طبي والثقافي واضح سعادة السفير ان دولة الامارات ومملكة البحرين اتخذتا قرارات شجاعة نحو تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط كما تعاون البلدان الشقيقان في الخطوات والاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا قد تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال كما اكد سعادته ان التعاون شملت عزيز دور الشباب ودعم كافة المبادرات التي تخدم تطوير مهاراتهم وقدراتهم اضافة الى الجوانب الثقافية واضاف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة التعاون في قطاعات المال والاعمال والسياحة والنفط والطاقة في ظل تبادل زيارات رسمية بين البلدين على اعلى المستويات والوفود التجارية والاستثمارية تحتفل دولة الامارات باليوم الوطني التاسع والاربعين وهي تخطو خطوات سريئة وواثقة نحو المستقبل للوصول اليوبل الذهبي من عمر دولتنا المنجزات والمبادرات الناجحة التي حققتها الدولة هي مصدر فخر لكل مواطن ومقيم وانتاج عمل وجهد لأباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة وتطلعها المستمر لتحقيق الأوضل يشعب دولة الامارات ترجمة نانسي قنقر